وقد أكد سمو شيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على إيجاد حل لمشكلة أصحاب المحال في السوق المباركية والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم دون الإخلال بالطابع التراثي للسوق وفي بيان له بهذا الشأن قال مجلس الوزراء إن وزارتي المالية والتجارة بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء وجهتا خطابا إلى الشركة المديرة لأسواق المباركية يطلب منها وقف إجراءاتها تجاه المحال التجارية فورا وأكد البيان حرص الحكومة على حفظ جميع حقوق العاملين في السوق المباركية وعدم التأثير على الأسعار بشكل عام